قضية اختطاف المحامين الأربعة من مكتبهم الاستشاري الكائن في منطقة العرصات مسأى أمس على يد قوة مسلحة مجهولة ما زال يكتنيفها الغموض الحرة كانت في موقع الحادث ورصدت آثار عملية الاقتحام المسلح والعبث بالموجودات حتى أنهم حطموا كاميرات المراقبة ومصادرة أجهزة التسجيل زميل المحامين المختطفين الذي نجى من عملية الاختطاف بعد مغادرته المكتب روى حيثيات ما جرى نقلا عن أحد العاملين لديه ما أعلنوا أنه إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية انتمون بدون أي سؤال وجواب قبل أنه ضربوهم جامعات أنه هذه الخراطة البلاستيكية الجامعة البلاستيكية وصعدوهم بالسيارات وأخذوهم إلى جهة مجهولة ولحد الآن ما تعرف مصيرهم وين القوة الأمنية في منطقة العرصات لم تتدخل لوقف عملية الاختطاف التي قادت المحامين الأربع من بينهم أستاذ جامعي في كلية المنصور الأهلية وسكرتيرهم الشخصي لجهة مجهولة بقول زميلهم الذي أكد وحسب معلومات لديه تكرار عملية الاختطاف في الوقت ذاته لمحامين داخل العاصمة جاء قوة من الشرطة الاتحادية دوريهم الشرطة الاتحادية وياهم ملازم أول أو نقيب شاهرين علي أسلاح أرجع ما أرجع دار وجهه وراجع وبدون أنه يثبت موقف بهذا الموضوع من خلال اتصالاتنا أكست هدافات أحد المحامين ما أخذين من منطقة زيونة من بيته ما أخذي محامي آخر هنا أنا بالكرادة داخلين على مكتبة بس ظهر أنه لقيم عزل وعاي فيه وماشيناها قبلنا بساعة عمليات بغداد التي فتحت تحقيقا في الحادث وعاقبة القوى المرابطة في المنطقة أكدت أن قضية الاختطاف تحمل طابعا جنائيا فيما اعتبر محامون الاستهدف لشريحة القضاء الواقف بالخطيرة وتتحمل نتائجها الأجهزة الأمنية الجو العام للجريمة وكذلك العبث الذي كان فيه داخل هذه الشركة يعطينا انطباع واضح أن هناك صبغة جنائية وقصد جنائي وراء عمليات الخطف هذه تم معاقبة القوى الموجودة في هذه المنطقة لتقصيرها في أداء هذا الواجب ولعدم منعها عملية الخطف هذه بلد انفقد إلى روح الأمن الحقيقي الذي من واجب الدولة التي بكافة أركانها من ضمن الحكومة أن توفر الركائز الأساسية لحماية المواطن اليوم نريد أن نحمل مسؤولية وزير داخلية على سبيل المثال لكون القضاء العراقي برمت يوم ضمنها القضاء العراقي الواقف ليتمثل بالمحامين وما يتعرضون له من أمور المحامون الأربعة ناطق سليم رشيد أحمد خالد عباس علي حسين علي وحيدر كاظم حسين وسكرتيرهم الشخصي عماد شعلان في عداد المفقودين ومناشدات كبيرة لتدخل رئاسة الوزراء لحسم الموقف بعدما أضحى اختطافهم قضية رأي عام زياد نهاد الحرة بغداد